أنا ليه عندي إحساس إن ماجد في اللوكيشن صعب أتكلمني عنه في اللوكيشن عام إزاي يعني إذا كانت الناس بتتفرج على أستاذ ماجد يعني بيحسوا باستمتاع فعبالك بقى بالشغل معاه عامل إزاي متعة تانية خالص لأنه أنا مش هينفع أنا أتكلم عن ماجد إذن أقولك إحنا بيننا صداقة وعشرة عمر طويلة لكن هو ممتع في الشغل بجد وده مصطلح والله مش بقوله عشان هو قاعد بسببك ده حقيقي بسببه ممتع لأنه هو من بيدخل اللوكيشن هو بابتسامته بهدوءه الناس كلها بتاخد من نفس الروح دي الموت ده وخلص وإحنا إحنا اللي بيبقى يعني بطر المسلسل لو هو مولع الدنيا الست كله بيولع لو هو هادي وبتاع الدنيا كلها بتبقى هادي حاسس بأمان يا أستاذ عمر يعني لما يبقى معك منتج زي أحمد الجنيني ومخرج زي أحمد الجندي ده كان مشروع عمر أحمد الجندي إيه اللي خلاني اتلمست لما جينو كلمني والأستاذ الجندي قال لي الإيمان بالفكرة الفكرة بقالها كتير قوي جواه ده حلم عمر مشروع حياة ومشور شيئي وحياة بقالها أيضا